بسهر الخير و اهلا بحباراتكم في حلقة جديدة من كل يوم الحقيقة دي بالنسبالي تقريبا الحلقة الاولى حياتي نسبالي الحلقة الاولى في حياتي لان رغم كل المشاهدين الكطار جدا دي اول حلقة ليا من غير اهم مشاهد اول حلقة ليا ما تشوفهاش امي امي رحلت الله يرحمها من يومين ويمكن حضراتكم تستغربوا ان ازاي محمد شردي كان بياخد عزى والدته في بورسعيد بالامس ويكون موجود النهاردة على الهوى ولسه عزى والدته في القاهرة هيكون يوم السبت القادم دي حاجة حابقى احكلكم عليها واحكلكم على اسبابها بس تخلوني قدي للست دي حقاه انت عمرك في حياتك ما بتكبر ولا بتحس بالعجز الا بعد وفاة والدتك مش ابوك والدتك طول ما والدتك على قيد الحياة انت تشعر انك طفل دائم او شاب والدي توفى من 35 سنة وانا الحقيقة الابن الاكبر وانا على راسي ان انا كنت ارعى امي انا واخواتي وبناخد بالنا منها وبنحب الست دي جدا تو بتتكلموا على الجيل القديم بتتكلموا على سيدة وهي شابة عاشت حرب 56 في برسعيد وكانوا مستخبيين في البيوت واخوتها الولاد بينزلوا في المقاومة الشعبية كل يوم مش عارفين حيرجعوا ولا مش حيرجعوا بتتكلموا على سيدة في 67 جزها كان بيغطي الحرب وكانت اخدى 3 اطفال صغيرين تحت في المراكب تهرب بيهم الى المطارية وكانوا بيرمونا في المراكب كده زي ما تكون زلع واتحابي على الثلاث عيال وقعدت في الهجرة في ضمياط وتشتغل وتربي الثلاث عيال وجزها بيغطي حرب الاستنزاف وغيرها في برسعيد تتكلم على سيدة راحت الى الامارات مع جزها وهو بيأسس الصحافة في دولة الامارات وصحيفة الاتحاد وعانت كتير جدا